أما بالنسبة لصورتي أنا صورة الله وأنا رافع إيدي ورافع الأصبع أصبع شهادة والتوحيد هذه علامتنا وعلامة المسلمين الحمد لله رب العالمين والله يا أخوان أنا لم أكن في وعي ساعة حدوث الصورة هاي أو ساعة حدوث اللقطة هاي أنا لم أكن في وعي أنا كان تقريبا مغمى علي من الألم ومن الصدمة من هول الصدمة وكان عندي هبوط في الضغط شديد جدا فكنت فاقد الوعي فإيدي لما ارتفعت بعلامة للشهادة والتوحيد هاي علامة من الله رب العالمين مش مني ربنا اختارني الحمد لله رب العالمين اختارني لهدف ولتوصيل رسالة للعالم كله إنه إحنا إنه الإسلام ليس إسلام إرهاب ولا قتل وسيبقى الإسلام ودين الإسلام والمسلمين هم الأعلوم بإذن الله وإن شاء الله الله راح ينصرنا وما حدث لإذن واحد أحد سيكون نصر للإسلام أولا وللمسلمين ثانيا ويعز الإسلام والمسلمين ينصرنا دائما بإذن الله ونرجو من الله إنه المسلمين يتطعضوا ويعتبروا من كل هاي المواقف اللي بتسير لأن الدنيا أخي إخواني دنيا فانية وإحنا زوار ولا نعلم بأي لحظة ممكن نختفي من على وجه الأرض فنسأل الله إنه الله ياخد أمانته ونقابل وجه كريم وإحنا بصفاء قلب وربنا راضي عنا ويتقبلنا معه في الجنات وإن شاء الله مع إخواننا وشكرا لكم هذا فقط للتوضيح والمعلومات الصورة اللي كانت على صورتي اللي هي محسن الحرب الشهيد محسن الحرب هذا أخي وصديقي وأكتر من أخي اللي الله يرحمه والله يجمعنا فيه في جنات النعيم وربنا اختاره واستفاء للشهادة لأنه أطيب قلب والله أطيب قلب أنا بعرفه ورجل صادق مع الله كان في توبته في كل شيء فربنا اصطفى من الأخيار دائما كل ما أشوفه وهو يقول لي أنت حبيبي وأنا أقول لي أنت أنا حبيبك بإذن الله إن شاء الله الله يجمعنا فيه في جنات النعيم بإذن واحد أحد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم